لا أشك في مصداقية العهل السعودي هذا الموقف للرئيس التركي رجب طيب إردوغان لا يغيب عن كل التصريحات التي تبعت قضية اغتيال السحفي السعودي جمال خاشقجي على أرض تركية في 21 أكتوبر من العام الماضي لم يتوانى إردوغان حينها عن المطالبة بمحاكمة المتورطين واصفا العملية بجريمة القتل الوحشية لكنه حيد إذا جاز الوصف القيادة السعودية على العكس تماما من ردة فعله حيال وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء إحدى جلسات الاستماع إليه في المحكمة فتصويب إردوغان مباشرة هذه المرة جاء على الرقم واحد في مصر وصف نظيره المصري عبد الفتح السيسي بالظالم مستحضرا الخلافة الأساسية بين الطرفين والمتعلقة بالانقلاب غير الشرعي كما يراه أردوغان الذي أوصل السيسي إلى سدة الحكم وعندما سئل عن إمكانية لقائه الرئيس المصري كان جوابه واضحا في الاتهام المباشر إذ قال لن ألتقي نهائيا ذلك الشخص الذي يعد قاتل شقيقنا أردوغان الذي لا يزال يعيش إرهاصات تراجعه في الانتخابات البلدية الأخيرة ولسيما خسارته في أنقرة واستنبول لن ينظر بطبيعة الحال إلى رحيل مرسي كأي وفاة طبيعية فمرسي هو في عرف أردوغان الشهيد الذي اغتاله نظام السيسي ولكنه في عرف خصومه ومناوئي حركة الإخوان المسلمين بطبيعة الحال الحلم الأردوغاني الذي تسلم السلطة في مصر عام 2012 ولكنه انكسر عام 2013 على يد ثورة الثلاثين من حزيران يونيو مبددا كل الأحلام العثمانية بالتمدد والتوسع ومذاك استمر تصعيد أردوغان ضد السيسي بالمباشر في ملف المعتقلين وأزمة حقول النفط في الشرق الأوسط وغيرها وأما الرد المصري فلم يكن يوما على مستوى الرئاسة بل الخارجية حينا والبرلمان كما هو الحال مع وفاة مرسي وعليه ما بين خاشقجي ومرسي بالنسبة إلى أردوغان لمجال للمقارنة في سلم الحسابات الزعماتية والأحلام المنكسرة